كابتن اسماعيل راشد طبعا جنرال اللاعبين وقائد فريق الوصل سابقا واحد افضل نجوم الكرة الامرطانية مساء الخير يا كابتن تحياتي وتحيات زمين امير هشان الورد اخبار حضرتك ايه كيف حالك مطيبين ان شاء الله كله تمام كابتن اسماعيل لقاء مهم جدا واحنا في مصر هنا منشوفه انه قرنفال واحتفالية والشعب المصري والشعب الامراطي وجماهير النادر الاهلي وجميل الوصل هي مباراة قلة قدم النادي الوصل قدم مباراة رائعة في مباراة ازهاب تعدل مع النادي الاهلي وحاق نتيجة ايجابية جدا النادي الاهلي يسعى لتحقيق نتيجة ايجابية ايضا في عقر دار الوصل ولكن قبل ذلك وقبل ان تكون منافسة قروية هي منافسة محترمة بين اشقاء وبين شعبين كبار وبين ناديين كبار بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة اكيد اليوم مباراة الوصل والادي المصري مثل ما اتفضل مباراة بين شقيقين تبقى المنافسة الشريفة في أرضية الملعب اليوم الجميل في خارج الملعب سواجد الدماهير الجمهور الاهلي المصري في نفس الوقت سواجد الحماس اللي موجود في هذه الوصل من حيث نتيجة ايجابية الفريق الوحيد اللي اليوم يمثل بغة الامارات في هذه البطولة البطولة تحمل حتم كبير عزيز على غلوبنا المرحوم الشرقات في نفس الوقت طبعا القدرات الفنية بالنسبة للنباراة اكيد انها يعني طريق الى اخر طريق الاهلي المصري جايد عن خسارة قاسية قاسية خنا نتكلم بها اللي اختارت حلم كبير اللي اوكاس طولة افريقا طبعا الوصل في المقابل في دوري الخليج العربي او مركز غير مطمئن مستوى متفاوت ما بين حين وآخر كلها معطيات تخلي الامباراة انها تكون جميلة اكيد كابتن اسماعيل لقاء مهم انت قلت طبعا شفت ان فريل وصل متحفز راجل عامل خارج ملعبه الفريق عامل نتيجة كويسة جدا بالتالي بيسعى لزي ما بنقول يعمل مفاجأة امام النادي الاهلي في نفس الوقت انت شرحت وقلت النادي الاهلي جاي من مباراة صعبة جدا ومن بطولة اخسرها يا البطولة المفضلة ليه بطولة دوري ابطال افريقيا وبالتالي ظروف الاهلي صعبة جدا على ضغوط نتيجة الزهاب كانت صعبة المباراة فنيا بقى شايفها ازاي شوف لا اخفيك يعني سرا ان الجميل في المباراة طبعا الاهلي انا نتكلم اليوم الاهلي افضل فنيا بحكم الواطن نهاية كاس افريقيا تمام في نفس الوقت في المقابل الواطن عامل نتيجة زينة نتيجة جدا جيدة امام يعني فريق الاهلي في مصر يعني القدرات الفنية بالنسبة للفريق الاهلي مثل ما قلت لك هي الافضل لكن في المقابل تبقى مثلة التحضير النفسي التحضير المعنوي قبل المباراة ستتفاوت من مدرب الى اخر غاية الفريق المنافس ستتفاوت من فريق الى اخر من المدرب الى اخر ولكن يعني في النهاية في النهاية يعني اذا نقول افضلية قبل الامباراة نشوفها للآن المصري ولكن قبل ولكن في المباراة فيها متغيرات اكيد المباراة بيكون فيها متغيرات واكيد الفريقين كتاب مفتوح فريقين معروفين شكلهم الفني عامل ازاي خاصة وان نتيجة مباراة الزهاب لفريق الواصل اصرت ايجابيا على نتائجه في الدولة الاماراتي وظهر بشكل اكثر يعني قوة وايجابية بعد تعادلوا مع النادي الاهلي بحيح بحيح مثل ما دفت في نفس الوقت الواصل تكفي اي نتيجة ايجابية تتكلم عن صفر صفر تتكلم عن واحد واحد اثنين اثنين طبعا وقت ضافي او ركلات تربيح فوز الواصل الواصل يتأهل فوز الاهلي الاهلي يتأهل يعني كلها موجودة في المباراة لكنها مباراة ممتعة كابتن اسماعيل ان شاء الله نستمتع بهذه المباراة بين فريتين كبار الشقاء ان شاء الله مباراة تكون على المستوى الفني مباراة كبيرة شكرك كابتن اسماعيل راشد وتحياتي لك وتحاتي كل جمهير النادر الاهلي زي ما انت سمعت امير كده طبعا كابتن اسماعيل راشد يعني اتكلم بشكل كبير وبشكل تحليلي شايف ان النادر الاهلي طالع من كبوة كبيرة وعنده ضخط وشايف ان فري الواصل حقق نتيجة ايجابية في مباراة الزهاب وان المباراة يعني بعد بكرة يعني لا تخضع لأي تقييم الا لظروف الملعب وظروف اليوم اشتركوا في القناة